ينطلق مصبار الأمل في أول تجربة عربية إلى الفضاء تحت عنوان العرب إلى المريخ التجربة الأولى عربياً والتاسعة على الصعيد الدولي هذه التجربة ستفيد المكتبة العلمية في العالم تعالوا بنا نكتشف أراء الشباب التونسي في هذه التجربة الفريدة حاجة بي على الأخر وحاجة نشهى على الأخر بالنسبة لنا نحن كعربة واحد يمشي للمريخ معناه حاجة واو والله اسمعت الأخبار هذه ريتوا على المواقع التواصل الاجتماعي وكل شيء وهنا نشوف المصبار الأمل لذلك حاجة تشرف العرب الكل وتشرفني أنا كتونسي ونتمنى العرب لأخل والتوينس يأخذوا الحكاية ذاية كأكزامبل ويأخذوا على شلاء واليوبرشة بلدان عربية يكتشفوا الفضاء ويشوفوا حاجة كمنا كي وعلى شلاء نكونوا منافسين لشركات العالمية حاجة تشرفنا معناها كعرب ويسمعت بها نور ملمو حاجة مزيانة برشة حاجة تثري معناها المجيل معناها وتزن ريوسنا كمام العرب نسبة لنا نسمعنا به وحاجة منتزى برشة خاصة معناها العالم العربي لأنه يقتحم الميدان هذا لأنه صحيح فما شوي تأخر في الدومان هذا لكن هذا ما يمنعش أنه حتى بردتر نكونوا موجودين وتكون عنا بصمة بتاعنا عنا خبراء في الميدان هذا كانوا معناها في وكالات فضاء أخرى فمتني لك المرة هذي يكون معناها احنا مش نحطوا البصمة متاعنا فمتني كبولدان عربية فمتني هذا شي يشرف الحق شوية ريت في الانترنت يعني بش يبعثون مسبار فضاء إماراتي للمريخ حاجة هكا بالنسبة لنا تسمى حاجة به للعالم العربي الإسلامي أول مركبة فضاء تتبعث وبش نعرفوا يعني اللي بشي قد عامين حسب ما سمعت وبش يعني المسبار هذا بش يعطينا برشة معلومات على آتربة على وجود المياه يعني حاجة تفيد الإنسانية والعالم العربي الإسلامي